هذا البرنامج برعاية جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي جمعية متخصصة في رعاية أيتام مدينة جدة وتنميتهم وتمكينهم وإسعادهم رحمة ربي معاد البارباع والدكتور نبيل حمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ملأ الوجود جودا وإحسانا وأسبغ على كل موجود من سوابغ نعمه سرا وإعلانا وجعل السجود لقربان حضرته قربانا وأوقر القلوب بتحقيق شهوده إتقانا نور بصائر أوليائه فشاهدوه بعين اليقين عيانا كلما شاهدوا صفاته هام إليها والهانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زفت عليهم عروس محبته فجعلوا النفوس لها قربانا وأصلي وأسلم على حبيب الرحمن المبعوث رحمة لكل إنسان وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين مستمعين الكرام مرحبا بكم ومجددين اللقاء بكم في برنامجكم رحمة ربي مع ضيفنا الدكتور نبيل محمد حياك الله دكتور نبيل حياك الله أخي عادل وسلامي وتحياتي لجمهورنا الكريم حياكم الله وحلقتنا مسامعين الكرام عنوانها كيف أنال قرب الله فماذا نقول دكتور نبيل في البداية أقول بعد حمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا خالقنا العظيم يقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي سبحانك ربنا لا يقول أجبتكم يقول استجيبوا أنتم لي سبحان الله فالله قريب من كل واحد منا ولكن السؤال هنا أين نحن مع الله أين أنا مع الله هل الله في قلبي طوال الوقت هل أستوعب وأعيش معنا لا إله إلا الله أين أنا مع كتابه الكريم مصحفه قرآنه الذي شمل به الأمم كلها بمجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب المعجزة الدستور القيوم الذي جاء لخلاص البشرية في الأرض وجاء لنجاتها في الآخرة أين أنا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حبيبنا الذي جاء بكل الخير للأمة أين أنا في الصلاة هل أصلي فعلا أعيش الصلاة أين أنا في الصيام في الزكاة في الصدقة في أعمال الخير أين أنا في الحج في العمرة أين أنا مع أركان الإيمان المختلفة التي تختبر القلب والعقل أين أنا في إيماني بقضاء الله وقدره أين أنا مع خلق الله من الإنسان والحيوان والنبات وكل مخلوقاته وماذا يذكرنا قول القائل أناس تحت التراب تزورنا في المنام وأناس فوق التراب ولا ترد السلام وأناس فوق القصور لا يرى منهم الفقراء إلا القصور لعل الله رزقني إخوة ولكني يعيش وحدة وعجبا ترى ترى الفقراء يتصدقون وترى الأغنياء يرتشون لا إذن الله لكن كيف أختبر نفسي في قربي من الله سبحانه وتعالى هنا يحتاج الإنسان فعلاً أن يمر بمجموعة من الأسئلة لنفسه بشكل يوبي السؤال الأول هل فعلاً إذا طرق سمعي لفظ الجلالة الله هل يرتعد كياني هل يوجل قلبي إذا كنت أنا أعظم ربي الذي قال إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون وقد قال القاضي عياد ذكر الله ضرباني ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر القلب نوعان أحدهما أرفع الأذكار وأجلها هو ذكر الله في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والناهي فيمتثل بما أمر ويترك ما نهى أما ذكر اللسان مجرداً فهو أضعف الأذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت الأحاديث فإن ثمر الذكر الله تعي النفوس استشعاراً عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وأنه هو الحي القيوم الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولها ولا يؤدو حفظهما فحينها يستشعر الإنسان السعادة والطمأنينة وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولله در القائل حينما قال يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقاً إلى ربك حاجة القلوب إلى ذكر الله أعظم حاجة من حاجة الأبدان إلى الهواء والماء ولا حياة لقلبي ولا قلبك إلا بذكر ربك يقول الله تعالى واذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون سبحان الله سبحانه وتعالى نعم السؤال الأول كيف أكون أنا أو كيف أنا مع ذكر الله تعالى إذا كان هذا هو السؤال الأول فما السؤال الثاني إذا كنت أنا مع الله سبحانه وتعالى في اختبار ذاتي أين أنا مع كتاب الله نعمة أنزلت على الأرض متاحة في كل بيت متاحة لكل شخص هل أنا إذا سمعت آيات القرآن الكريم يتغير سلوكي فأنا إذا كان ذلك فأنا أعظم الله ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون نعم إذن وماذا أسأل نفسي أيضا نعم من ضمن أسئلة الذات إذا أنا ارتكبت خطأا اقترفت ذنبا ارتكبت إثما ماذا أستشار هل أستشعر أنني في وادي سحيق وأن جبلا يوشكا يقع علي فأنا حينها أعظم ربي أو كمن يشعر أنه إذا ارتكب ذنبا كأن ذبابة حطت على أنفه فقال بيدي هكذا هنا لا يكون التعظيم كيف حالي أنا وأنا بعيد عن أعين الناس وحدي هل أترفع عن المعصية كما لو كنت أمام الناس وأن أستحي في الخلوة أعظم من استحيائي أمام الناس هل أقدم مراد الله على مراد نفسي هذه الأسئلة التي تساعدنا أيضا في اختبار الذات ومعرفة قربنا من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فاصل ثم نكمل معكم مستمعين الكرام ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي جمعية متخصصة في رعاية أيتام مدينة جدة وتنميتهم وتمكينهم وإسعادهم رحمة ربي مع عاد البارباع والدكتور نبيل حمد مرحبا بكم مستمعين الكرام ومزلنا في هذه الحلقة التي عنوانها كيف أنال قرب الله عز وجل في برنامجكم رحمة ربي ومع ضيفنا الدكتور نبيل حمد دكتور نالغالي ماذا عن اطلاع الله سبحانه وتعالى على القلب؟ أقول هنا أخي الحبيب عادل وأكلم المستمع الكريم والمستمعة الكريمة الحياء من الله في الاطلاع على القلب هل ربك يرى منك ما يكره؟ فإذا اطلع الله على قلبي لا يجد أو على قلبك لا يجد إلا الغرور والعجب وحب الدنيا وحب المعاصي واستثقال الطاعات أفلا أستحي أفلا تستحي من الله؟ أقول لنفسي أخرج هذا من قلبي وأقول لكل أخي كريم يسمعني أخرج هذا من قلبك حتى لا يراه الله المصيبة أن يستحي العبد من الناس ولا يستحي من الله تعالى وربنا يقاطبنا في سورة الأحزاب ويقول الله تعالى وتخشى الناس والله وحق أن تخشاه وقال عز وجل في سورة النساء أيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ فتجد الواحد منا يرى من يوقره فيلقي السجارة من يدي وينسى أن الله يرأه يرى من يوقره فيتوارى وهو على الذنب ويواجه الله بالمعصية بلا حياء سبحان الله سبحان الله وأيضا ماذا عن أعمالي وكيف أقيس إيماني؟ نعم لو جئنا نراجع الأعمال ونبدأ بالأركان الإسلامي مثلا وكلنا نعلم أن أول الركن بعد الشهادتين هي الصلاة فأين أنا إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر كان الصحابة والتابعون والعلماء إذا سمعوا الله أكبر وأحدهم يعمل مثلا في معمله يرفع الفأس فإذا سمع الله لم يتم ضربة الفأس ألقى الفأس من يدي هل أنا كذلك إذا سمعت الله أكبر هل أبادر فورا بالوضوء والمسير إلى المسجد؟ الصلاة أحبابنا الكرام صلة بالله هل تأملنا أن الصلاة معراج يعرج بنا إلى السماء لنلقى الرحمن؟ وإذا رفعت قدمي في الطريق أضيفت لي حسنة وإذا خفضت قدمي وأنا أمشي توضع عني سيئة فلنكثر الخطى للمساجد ولو تأملنا المساجد هي سفارات الله في الأرض إذا دخلت المسجد سبحان الله فالمسجد مجتمع فيه السعودي والكويتي والخليجي عماراتي قطري بحريني مصري كل العرب بل تجد فيه الباكستانية والهندية وبينهم عداوة في بلدانهما والبنغالي والأفريقي والأوروبي هذا المسجد وأين أنا وأنا في الصلاة في خشوعي لماذا أقف لماذا أركع لماذا أسجد كلها تأملات ومواقف شرعها لربي لأقترب منه وأين أنا حين أقول سبحان ربي العظيم وأين أنا حين أقول سبحان ربي الأعلى وأين أنا حين أقول التحيات لله والصلوات الطيبات سبحان الله يقول الشاعر حتى وإن بدت السماء بعيدة فإن من فوق السماء قريب فارفع يديك إلى الإله مناجيا إن الجروح مع الدعاء تطيب إذن ماذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضائل الصلاة سبحان الله أخي الحبيب جاء في الحديث النبوي عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها ووضعت على رأسه وعاتقيه أي كتفيه فكلما ركع وسجد تساقطت عنه ذنوبه وكما قال أحد العلماء أروعوا ما في السجود أنك تهبط وتهمس في أذن الأرض ويسمعك من في السماء سبحان الله سبحان الله ومن نطيف الحكم هنا قيل الحياة متعبة ولكن الصلاة تسقط حرف الباء فتصبح الحياة متعة وما دور الزكاة والصدقة كمقياس لعلاقتي مع ربي نعم أو لعلاقتي نعم نعم بنسبة للزكاة والصدقة هي مقياس علاقة فعلا نعم فهل أنا أفكر في البشر حين أنام وأنا شبعان هل أفكر أنه ربما لي جار جوعان وأنا أشاهد التلفاز يوميا أشاهد الأخبار أشاهد الجوعة والعطشة في بلادنا لا نقول في بلدان أخرى هل إذا ركبت السيارة وأنا هنا في مدينة جدة المدينة الحاضية بالخير الكثير وذهبت إلى أطراف جنوب جدة هل أرى الأناس التي تعيش في بعض الأعشاش هل أستشعر ذلك؟ هل أتصدق متجنباً الرياء أم أتصدق ليراني الناس وأنا أتصدق؟ نعم وهل هناك أسئلة أخرى من الإمكان أن توقظ الإيمان في قلبي؟ نعم الحمد لله حظينا هذه الأيام والشكر لوزارة الإعلام جزاهم الله خير توجد لدينا الآن في أنحاء الأرض قناة القرآن وقناة السنة كنت في الثمانينات باعتبار درست في أمريكا وفي التسعينات أزور ديتونابيتش في لوريدا السنوية لأن يعود مجلس أمنا في مسجد فكلما أذهب أخذ لهم أشرطة فيديو عن مكة عن المدينة أريهم في جوالي لقطات للحرم المكي يبكون فالشكر للوزارة الآن 24 ساعة بإمكانك أن تجلس وأنا أعلم بعض البيوت وبعض الإخوة الأحبة يجلس طوال يومي إما بين قناتين القرآن والسنة فالسؤال للنفس هنا وأنا أنظر لبيت الله الكريم بيت الله العظيم الكعبة المشرفة ألأستشعر عظمة الله؟ وحين ألقي النظرات على مسجد رسول الله وأعلم أن قبره هناك علي أفضل الصلاة والسلام هل أستشعر حبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم وأنا أشاهد الأخبار سألتني عن أسئلة أخرى وأنا أشاهد الأخبار والمآسي هل أصاب مثلا بالنقوة والنصر في الانتصارات لبيت المقدس وفلسطين وأهل فلسطين أم أصاب بالإحباط حين أشاهد الشهداء الصغارية خلال هذا الأسبوع استشهد فتى صغير في يوم واستشهدت فتاة صغيرة في اليوم التالي هل أشعر بشعورهم؟ هل أرى مآسي الشام ولبنان واليمن وليبيا والعراق وأعيش مع هذه الشعوب المسلمة الحبيبة؟ هل أشعر بالتعاطف؟ والحمد لله الفرص كثيرة لدينا في بلادنا والحمد لله العديد من الجمعيات الخيرية في شدة المجالات مجالات البر المختلفة من كتب وأجهزة وألكترونيات وتواصل في كل أنحاء الأرض هل أتواصل معهم؟ هل أحاول أن أخدمهم؟ سبحان الله نعم وأين أنا أيضا في المجالس إذا ذكر دين الله واستوزئ به وذكرت قيم الإسلام هل لي دور في توضيعها والدفاع عنها ونصرة ديني؟ وإن رأيت الفضلاء من العلماء والدعاء ما هو شعوري نحوهم؟ وإن رأيت المبتسم والمصافح واللطيف في الكلام ما شعوري تجاهه؟ ورأيت الإبن البارة بأمه أو أبيه ما شعوري؟ كل هذه من وسائل اختبار إيماني وحبي وقربي من الله ونعم بالله أشكرك الله جزيلا شكر دكتور نبيل على ما تفضلت في هذه الحلقة من إضاءات مهمة حول حديثنا في هذه الحلقة المباركة كيف نكون أو كيف ننال قرب الله سبحانه وتعالى والملتقى بكم بإذن الله ومستمعين الكرام في حلقاتنا القادمة من برنامجكم رحماته ربي شكر وتقدير كذلك لمخرج هذا البرنامج مصطفى أصفري وهذه تحية من يعني أعادل بربع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة